شكراً لك بنوالويس شكراً لك على جميع التفسيرات التي قدمتها نور الدين باري معنا رئيس جمعية الجوار النيس مولانس سولد الرايد ست مرحباً نور الدين دباري مرحباً سمعتم الأعداد 182 شخصاً تم القبض عليهم في شهر واحد 69 قاصراً في الحي الوحيد من مولان إنها تتحرك قليلاً أليس كذلك؟ نعم فيما يتعلق بعمل الشرطة لا توجد مشكلة في ذلك ولا يمكننا قول أي شيء هناك الكثير من الاعتقالات لكن هذا لن يوقف حركة المرور ولن يوقف كل ما يحدث الآن منذ بث الفيديو الأول كنت أنا من جعل كل شيء ينفجر كنت على حق هناك نوع من الحرب الإقليمية التي تحدث بالنسبة لي تظهر الأرقام أن الشرطة كما قلت تقوم بعملها لكن المشكلة ليست من حيث الاعتقالات وليست من حيث القانون بل من حيث العدالة لا يوجد ما يكفي فكيف أقول لك أن العقوبرة لا تكفي وليست مهمة بما فيه الكفاية وبالتالي فأن تقدر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به العمل متقدم أكثر من حيث العدالة لأنه عندما يتم القبض عليك بعد أيام قليلة تخرج أو بضعة أشهر وعليك أن تعلم أنه في حركة المرور تجلب الكثير من المال لذلك تلقائياً ينشأ أعلم أنني ناقشته مع بعض الشبكات وعندما يتم إخبارك لقد ربحت المال كان تكسب إلى متى تريد أن تأخذني أن تقول حسناً بعد عامين أشعر بأنني فائز ماذا تريد مني أن أجيب على ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك هناك المزيد والمزيد من القصر الآن لذلك هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هناك العديد من الحلول التي تم اقتراحها حتى لحظة عدم سماعها نأمل أن نسمعها لاحقاً شكراً جزيلاً لكم جميعاً شكراً لكم جميعاً سنراكم بعد لحظات لبقية البث المباشر وسنوفيكم بأخبار ميشيل دروكير